هناك برنامج كبير تحتم برئاسة الوزراء بغض النظر عن المؤسسات المعنية يمكن وزارة الثقافة ووزارة التربية ووزارات الأخرى لها عمل محدد ومسار محدد لكن اليوم إذا راجعنا العديد من الدراسات التي تشير إلى أن الطفل العراقي والمراهق العراقي وحتى الذي وصل لمرحلة الشباب يعاني من غياب الرعاية والاهتمام الفعلي في عملية توجيهها وثقافتها لذلك ظهرت عندنا الكثير من الأوبئة الاجتماعية منها للأسف تعاطي المخدرات منها الأرقيلة منها الفراغ منها غياب حتى أسلوب الكلام نتحدث بأسف عن هذا الموضوع وطبعا هناك استثناءات عديدة علينا أن نتوجها بالخير ونرحب بها من خلال متابعة العوائل لكن هناك دراسات مخيفة وخطرة علينا اليوم أن نتحدث عنها بصراحة وأنا من الناس المتابعين إلىها جدا إذا تعرفون أنه أكثر من 50% إلى 55% من المجتمع العراقي هو مواليد ما بعد 2003 طيب ماذا عاش هذا الطفل وهذا المراهق وهذا الشاب ما بعد 2003 يعني العديد من الصراعات التي حصلت بالشارع الخوف القتل على الهوية الابتعاد عن متابعة الفنون والمسرح متابعة مسرح الطفل نحن كنا أطفال كنا نلاحق مجلتي والمزمار كل بيت من بيوتنا بمجلتي والمزمار كنا نلاحق أفلام كارتون تقدم أشياء هادفة وجميلة وهادئة كنا نلاحق أفتح يا سمسم كان آبائنا يجالسونا ونذهب معهم أروع أعمال مسرح الفن الحديث ومسرح الستين كورسي والمسرح الشعبي اليوم أكو إحصائية خطرة تقول 98% من الشباب العراقي لم يشاهد بعينه مسرحا أمامه مسرح أمامه ما شايف هذا يؤدي لانقلاض المسرح 98% ما بين بغداد والمحافظات